بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن أسباب آلام كعب الرجل أو الأرجل والأعراض والعلاج يصاب كثيرون مننا بآلام أسفل الكعب لكن نتجاهل هذا النوع من الألم ونجد صعوبة في ممارسة حياتنا اليومية مثل المشي وفي هذا الفيديو سنتعرف على أسباب آلام الكعب وطرق العلاج الأسباب قال الدكتور هاني محروس مهنة استشارية العظام ليس هناك أسباب محددة لآلام الكعب ولكن من أكثر الأسباب شيوعا زيادة الأملاح في الجسم والإصابة بالتهابات غير ميكروبية في أنسجة الكعب وتشترك آلام الكعب في ثلاث أعراض بارزة وأكد الدكتور أن الإجهاد وارتداء كعب طويل خاصة بالنسبة للفتيات لا يسبب أمراض في عظام الكعب أما الأعراض فهي عدم القدرة على المشي وألم شديد في منطقة الكعب يشبه ألم المشي على مسامير والشعور بألم شديد عند الضغط على الكعب والحركة والعلاج هو التناول أدوية العلاج غير استرودوية للتخفيف من ألم والالتهابات أيضا تناول السوائل لتخليص الجسم من الأملاح الزائدة ووضع الكعب في ماء دافئ كل يوم لمدة ساعة على الأقل ولمدة عشرة أيام وهناك علاج آلام الكعب بالكورتزون ويوضح الدكتور أن حقن الكريتزون تسبب ألم لمدة يومين كأثار جانبية نتمنى لجميع الدوام الصحة ورحت البال حبيبنا إذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله دمتم في حظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله